لسا مكملين مع حضراتكم متابعة آخر وأهم الأخبار من الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم شرفني النهاردة مشاركتي قراءة الأخبار الأستاذ مصطفى أمير مدير تحرير موقع مبتدى أهلا بك صباح الخير هبتدي من الوطن صفحة الأولى بين غرور نتنياهو وتسرع حماس رفح الفلسطينية تدفع الثمن تفاصيل في الملف الخاص صفحة 2 و 3 مصر بتدين التصعيد وتحذر من وقف المساعدات وحماس قالت أنه ده تصعيد خطير لكن في النهاية الأمر أصبح خطير جدا والتصعيد بيؤدي إلى استمرار للمجازر ومصر طول وقت كانت بتسعى إلى حقن الدماء والتوصل إلى تهدئة ووقف إطلاق النار لكن تحدث العرقيل سواء من إسرائيل أو من حماس بقصد أو بدون أصد يعني يمكن طبعا اللي احنا شايفينه بأن يومين 3 من تصعيد خطير من الطرفين في رفح الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي يعني ينوه أو يرتب لعملية عسكرية منذ فترة يمكن دي بوادرها اللي احنا شايفينها واجتياح رفح الفلسطينية زي ما قلنا أنه هو بيثبب كارثة كبيرة على مستوى المنطقة وعلى أمن المنطقة كارثة إنسانية وكارثة صحية لا الآن الاحتلال الإسرائيلي يقطع شريان الحياة الوحيد للجانب الفلسطيني أو للفلسطينيين من خلال معبر رفح لما أعلن عن سيطرته من الجانب الفلسطيني من خلال فتوقفت المساعدات بالضبط يعني المساعدات توقفت أيضا استقبال المرضى وزهاب للمستشفيات واستقبال الجرحة من الجانب الفلسطيني متوقف تماما التصعيد في هذا التوقيت بيأتي مع الإعلان عن قرب التوصل لوقف إطلاق النار أو هدنة ثم تم استهداف معبر كارم أبو سالم فاتخذت إسرائيل زريعة ل توقفت عند التطور ده من حماس يعني حسب ما موجود حتى في الوطن في العلمان تصرع حماس أو تهور حماس هل تظن أنها كانت فعلا خطوة غير مدروسة؟ يعني يمكن زي ما حضرتك قلت حتى لو كان بقصد أو بدون قصد ولكن هو ضوء أخضر لعدو أنا في غين أنه يتخذ هذه الخطوة أنا أسعى لمفاوضات وكلوس على طاولة مفاوضات لتحقيق أكبر شيء من المكاس خاصة حماس أعلنت موافقتها على المقترح المصر بالضبط يعني أنت لو أعلنت عن الموافقة والدخول في هذه المفاوضات أو قرب المفاوضات المفروض أن أنا بستمر للآخرة علشان ما يبقاش عندي حجة للطرف الثاني أنه يعني يصعد بهذا الأمر لكن في ظل هذا التصعيد الحالي بيأتي زي ما قلت الدور المصري المستمر والسابت والواضح للتحذير المستمر من هذا التصعيد إلى جانب اتخاذ العديد من المصارات السياسية والدبلوماسية والمصارات الإنسانية أيضا في محاولة انفاذ المساعدات بشكل كافي للجانب الفلسط الداخل الإسرائيلي مظاهرات من كام يوم أمام منزل نتنياهو للموافقة على المقترح المصري وأيضا بنشوف بعض الأصوات بتؤيد للعملية العسكرية من الحكومة ومن المواطنين برضو يعني إزاي بتقرأ الداخل الإسرائيلي وتأثيره على قرار حكومة نتنياهو يعني يمكن الجانب الإسرائيلي أو الحكومة الإسرائيلية في بعض الأحيان لا تأبه بطلبات الشعب لأن هناك مقارب سياسية ومقارب أمنية لاتخاذ بعض القرارات نتنياهو أو رئيس الحكومة الإسرائيلية يعلم جيدا أن الوصول إلى مفاوضات جادة أو وقف الإطلاق النار أو تنفيذ هدنة قد يعجل برحيله ولكن طول ما فيه تصعيد أو استمرار في التصعيد هو باقي في الحكومة جناحه المتطرف في الحكومة أيضا هو يحاول إرضاؤه على حساب الأسر التي تخرج فيه المظاهرات للموافقة على الهدنة أو وقف الإطلاق في الوقت برضو الصفحة الأولى عنوان رئيسي عن مصر تؤمن غذائها استصلاح أراضي ومشروعات عملاقة وزراعات جديدة حديث عن الدلتة الجديدة هي قطرة للتدمية الزراعية وخطة لزيادة الأراضي تحقيق الاكتفاء الزاتي وإضافة أربع مليون فدان ضمن رؤية مصر عشرين تلاتين وتسع مليار عائد سنوي للصادرات الزراعية وزراعيين أعلنت أنه بننتج تلاتين مليون طن خضار وفاكها تكفي للاستهلاك ونصدر التفاصيل هذا الملف صفحة أربعة وخمسة والحديث عن أنه الاهتمام بالزراعة في مصر خاصة وأنه مصر عدت بسنوات صعبة لو لم تكن متخذة تدابرها كان حصل في مصر لقدر الله بعد الشر مجاعة وإنما مصر كانت يعني واخد خطوات استباقية سواء المنتجات الزراعية اللي بتكلم عنها الملف وعندنا كمان محصول أمح استراتيجي ومشروع الصوامع اللي كان سابق أو يعني بيلقي نظرة مستقبلية لما قد يحدث في العالم يعني يمكن طبعا زي ما قلنا هي دي النظرة المستقبلية أو النظرة البعيدة المدى اللي كانت تمتخذها الدولة المصرية بتأمين احتياجاتها الغذائية وتأمين السلة الغذائية في مصر يمكن ده توقيت مهم جدا إن جميع الدول وجميع العالم يعرف أو يدرك جيدا أهمية تأمين السلة الغذائية في دولة هنا في منطقة أصبحت ملتهبة جدا يمكن شوفنا بعض أي دولة مش داي مصر احنا 100 مليون احنا فوق الميت مليون يعني طبعا العامل أو الكسافة السكانية وأيضا التخطيط يعني حتى قد يكون دولة سكانها عدد قليل ولكن ما فيش تخطيط أو ما فيش رؤية زي مثلا رؤية مصر عشر 30 وهذا التخطيط المستمر تأصد إن التحدي أكبر في مصر طبعا طبعا مصر بتواجه تحديات كبيرة جدا خصوصا في مسألة الأمن الغذائي احنا عندنا أكتر من تحدي بيواجه مصر في هذه المسألة سواء كان كسافة السكانية سواء كان الحروب والصراعات المستمرة الأرقام الموجودة في الملف المشور في جريدة الوطن أرقام مهمة جدا ومؤشر جيد جدا كلموا عن مشروع الدلت الجديد وهو واحد من أهم المشروعات اللي يعني بتؤمن سلة مصر الغذائية وتقريبا حوالي 350 ألف فدن تم زراعيتها لما يكون عندي توفير للغذاء وسلة الغذاء المصرية من خلال العديد والتوسع في الرقع الزراعية والقطاع الزراعي أنا بوفر في السوق المحلية بوفر في السوق الخارجية بقل الفاتورة الاستراتيجية وده ينتظر 400 سلع لمية وستين دولة وده رقم كويس جدا مصر حققت إرادات السنة اللي فاتت بس حالة 9 مليار دولار وده برضو رقم مهم وهيكون فيه زيادة طول ما فيه توسع فيه الرقع الزراعية وأيضا تشجيع للمزارعين وتشجيع للفنتجين كمان لما يبقى عندي رقع زراعية بتؤمن سلة الغذائية هيبقى عندي تصنيع محلي وده برضو هدف من المشروعات لأن لو شفت مشروع محور مشروع أدلت هو على جانبي محور الضبع يعني بيربط مطروح بالبحيرة والجيزة إذن فيبقى عندي جزء مهم جدا من القرب من المواني وهيبقى فيه عندي توفير للعمالة فيه مختلف القطاعات خاصة بقطاع الزراع والتصنيع صحة تصنيع الزراعي ده من الملفات أو المجالات المهمة للدولة ابتدت تهتم بيها أنه ما نصدرش المنتجات في صورة خام وإنما نعيد تصنيعها فبالتالي يبقى عائد أكبر للدولة المصري الختم من اليوم السابع يا أستاذ مصطفى جهود الدولة مستمرة للنهوض بالمناطق غير الآمنة رئيس الأزراء يتابع الموقف التنفيذي للأعمال بالتجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراء ويشدد على سرعة صرف التعويضات للمستحقين السنين اللي فاتت دي يعني شفنا زي ما تقول كده إيه بلد جديدة ما فيش عشوائيات وده كان شيء يعني كان حلم عند المصريين لكنهم كانوا شايفين أنه يعني صعب قوي أن احنا حتى نطالب بيه أو أنه يتحقق لكن احنا دلوقتي بنتكلم على دولة خالية تماما من العشوائيات والمناطق الغير أمنة تعويض الأهالي اللي كانوا سكنين فيها وأنهم بيروحوا وينتقلوا لمناطق سكنية آدمية جميلة فيها كل الخدمات شفت زي الملف ده ولو بنتكلم تحديدا على جزيرة الوراء ومتابعة الموقف التنفيذي من قبل رئيس الوزرالي يعني ممكن طبعا موضوع مهم وأيضا ده جزء من الرسالة للمواطن في الشارع يعني بسبب الأحداث الجارية المواطن ممكن يحس أن الحكومة أو الدولة وغدى اتجاه تاني لكن الحياة الدولة بتعمل في أكتر من اتجاه كله يؤدي دوره اجتماعات رئيس الوزراء على مختلف الأصعيدة ومختلف القطاعات متابعته لمسألة وتطوير الجانب العمراني في جزيرة الوراء مسألة مهمة جدا أيضا توجيه بتنفيذ الجدول الزمني المتفق عليه لتعوضات الأهالي رسالة مهمة جدا أيضا للأهالي بالنسبة لموضوع تطوير المناطق غير الأمنة حياة هنا زي ما قلت يمكن بنشوف تغير كبير جدا على أرض الواقع بقالنا سنين في ظل أن المواطنين خدوا سنين كتيرا جدا يعني هذا الملف كان مهمل بسبب ترقومات كتير وعدم أقبال العديد من الحكومات على هذا الملف عندنا نمازج كتيرا جدا يمكن أشهرهم مشروع الأصمارات شوفنا عدد إيه هو مكان متطور وراقي ونظيف وتم نقل الأهالي إليه أيضا عديد من المشروعات فيه مختلف المحافظات التسعة لتوفير حياة كريمة للمواطن وسكن كريم وخدمات متكملة وأيضا تأمين كامل لكل حياة المواطنين وده اللي بنشوفه على أرض الواقع والحقيقة كمان ده فيه جزء مهم من أن المواطنين شايفين ده على أرض الواقع وشايفين إن ده شيء ملموس في يعني تطوير في كل المناطق صحيح حتى إنه كان فيه بعض من المناطق العشوائية دي بتخاف تدخلها يعني ما ينفعش تدخلها واتطورت وبقى شكل مختلف يعني عندك مثلث مسبير وقد إيه اختلف شكله منطقة استثمارية وسكنية وتجارية وبشكل تغير خالص بعض من المناطق كمان كان متراسخ عندنا في الدراما أو في الأعمال السينمائية بشكل زي البطنية إن هي يعني بقرة مخدرات إزاي تغيرت وتحولت دلوقتي وتم إبراز المناطق الأثرية والتاريخية فيها فيعني إحنا سعداء جدا إنه مصر تتغير وعين السيرة سنقا كان فيه عديد من المناطق زي ما تقولي الناس كانت بتغرب منها دلوقتي الناس عايزة ترجع لها عشان خاطر شفت التطور الكبير اللي حصل فيها أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ مصطفى أمير مدير تحرير موقع مبتدى شرفتني شكرا جزيلا